رأيي في هذا الموضوع قد يخضب البعض ولكن نحن لم نعتد على مغازلة الناس احنا وظيفتنا ان احنا نفكر معاكم محمد رمضان الفنان الكبير اتفق اختلف معاه هو نجم وبيقابلوا رؤساء وملك كان موجود في الساحل الشمالي فيديو نزل ضرب شاب بالقلم صبي عنده 17 سنة فالصبي ضربوا بالقلم هنا رمضان بيحاول ياخد منه الموبايل فحصل الاشتباك محمد ضربوا بالقلم فالواد رد عليه بالقلم ليه ما كناش فاهمين الموضوع لان محمد رمضان ما تكلمش فيه طبعا الكاملات بتبقى موجودة طول وقت طالما محمد رمضان موجود ومحمد رمضان من الفنانين اللي بيحب يحتك بالجمهور وينزل بينهم ويقول اننا رجل شعبي وشعباوي وبتاع الناس فانا منهم فبنز قصيهم وما بيرفضش ان حد يتصور معاه ولا اي حاجة الواد الصغير ده لما زميلنا في موقع تيليجرام تيليجراف سألوه هو ضربك بالقلم ليه قال لهم والله انا رحت اتصور معاه اتصور معاه بموبايله عشان كده محمد رمضان كان عايز ياخده الموبايل فقلت له ايوة فنان ايوة محمد حمضان اصلنا استفزيته وقلت له محمد حمضان كنت بهرج فضربني بالقلم فانا ما همنيش وضربته بالقلم وبعد كده اخدوني في الامن عادت شوية وجاء لي مدير اعماله والموضوع خلص ففجئت بنفسي ترند لا الولد ده قليل الاد الالم مرفوض بس الولد ده قليل الاد الولد ده يستحق ان يعاقب وفكرة التجرق احنا حصل عندنا حاجة من قبل وقت عمر دي فكرة التلكيكة وفكرة الاستضام وفكرة ان الغني المشهور ليس له اي حقوق وعليها ان يضع خده مداسا للناس لانه معروف ولان الناس بتحبه فيقبل كل شيء واذا خرج عن شعوره لابد ان يدبح فبقت حدوتة كل شوية امام عشور فيقول له عايزين ميت مليون عمر دي بيقول له ما هو غني ومشهور فما هوش فاضل وجع الدماغ فهيدفع حيدفع فبقت شغلانة بعض المحامين وبعض الناس فييجي الوقت ده يقول لي نجمي زي محمد رمضان محمد حمدان دي قلة ادب ولما كان محمد عايز ياخد الفيديو عايز يشيل التصوير ده ايه انت حتصورني وانت بتقول محمد حمدان انت مش ما تستحقش انك تتصور معاي تاني القلم غلط فكرة ثقافتنا على فكرة ودي مشكلة كبيرة جدا ان احنا بنتعامل على ان الضرب هو وسيلة تعبير الضرب عمره مكان وسيلة تعبير للغضب او للانتقام القانون محمد رمضان لو اصر ان ياخد الولاد ده ده قضية سب وقصف قدام الناس وده احداث هيدخل مؤسسة ساعتها كان خاد حقه هو ضاع الحق خلاص انت ضربتني انا ضربتك ضاع بس انا بتكلم من حيث المبدأ خلاص محمد رمضان لم يختار الطريق الاسلم والاصح القانون خلينا نمسك في رقبة القانون لاني ملاش غيره لا انت قده ولا بقيمته ولا هو قدك ولا داخل صراع معاك فاذا تجاوز في قانون لازم نتعلم الادب لازم نبقى مهدبين في تعاملنا مش عايز تصور معاه شايفه حمدان ما بتحبوش ابد عنه لكن رايح بتتلزق وامطلع موبايلك والراجل واقف معاك بتصور وبتحك تقوله محمد حمدان اصلا انا كنت بستفزه وانا ضربني ضربته ايه التجرؤ وايه الوقاح هذا اسلوب غير لائق لا يجوز ايضا محمد رمضان تصرفه غير لائق النجم علينا ياخده من ايده ويعمل له قضيان ما بقولوش سيب حقك او يعتذلك وتقبل لكن اخد حق بايده هعلمك الادب تعلمني الادب هضربك تضربني بقت ده اسلوب غابة مش اسلوب طبيعي وطبعا الناس دخلت تقول لرمضان ولا يهمك انت ازاي تضربه ده معجب مهما كان مش من حقك دعايا الصغير وهو من حق العايا الصغير ان يقل لأدبه ليه احنا دايما شايفين زاوية واحدة ليه ما بنشوفش الزاوية التانية اشتركوا في القناة